موسيقى 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 راشيل قاسمي ساكل في فلا بلجيك مدة 42 سنة ولت 42 سنة وأنا ولد بركان مغني راي وكان شرف لي كبير باش نجيل عندكم نشوف تيفي هنا باش نتواصل مع الجمهور المغربي كان نحاول إن شاء الله إن إنسان تهلا في صحته يعني بالنسبة لي ندر شوية الرياضة ويموف مو شوية وهادي باش يبقى شدة المسيرة دين نوفقها إن شاء الله بالخير عندي الأغاني اللي أغنيتها العام الفيت مع موراد مجود I love you can كان عندها واحد إقبال زين وأغنية موراها عندي واحدة نبغيها فوق هذه الأغاني اللي حتتها في يوتيوب واحد شهر هذا والحمد لله راي مزيانة وعندي مازال جديد اللي هو هدي يكون إن شاء الله موجود في موادة فغيل إن شاء الله وجديد اللي كملته هدي نزله فهذا اليامات إن شاء الله في يوتيوب إن شاء الله غادي اليوم نعملوه كليب الخميس إن شاء الله غادي نعملوه كليب وفي أقرب وقت غا يكون الموجود إن شاء الله في اليوتيوب في الإعلام أنا يعني ما كان ما كان ديرش مجهود يعني نعست كي ما نقوله إحنا محقاش أنا صراحة الله عندي الخدمة كثيرة في الوروب يعني خدام بزاف وكنت خدام يعني اللي هي مكاش عندي الوقت باش نتواصل هنا مع المغرب باش نجيو هدي والحمد لله خدمت أصواري في المغرب يعني منهم موازين فشتيفال لوجده فشتيفال الحسيمة فشتيفال ديال السعيدي أوسي ذوك أنا كنعرف وجيسويسيو مأكد بلي أحسن العسين وأحسن جمهوره وجمهور المغربية وعني بغيت نقرب له أكتر وأكتر إن شاء الله بركان رقادة وكان غني تاري أنا استيبتا عين ميل راي بززاف استيبتا خالد ذوك أنا لحب نبغي خالد بززاف وانسبيري به بززاف سيموني دول دوك أغني التواعي كلهم يقين ندرت ربريز ده باندي كات شانسون تاع خالد اللي هم ديخرجوا فالليامات إن شاء الله وسي دوك نغني غالي ستيل هني جورج نغني راي الشرقي نغني غالي ستيل ما أنا نقارحتي فالراي ورقادة كي ما أقوله حلق قلبي بغال بيضاء يا الزرق على جتنا قلبي بغال بيضاء يا الزرق على جتنا يودي هاي قلبي قلبي بغال بيضاء قلبي بغال بيضاء قلبي بغال بغال بيضاء يودي هاي رسالة اللي وجب خالد دار الرسالة كنقوله أنا كنقولها في قلبي وكنقولها يعني دائما سعيد جدا باللي اكتشفت خالد أنا لاحقا هو أعطاني واحد القوة كثيرة باش نغني وصراحة الله أنا من كنت نوصل الحوايج اللي دارهم خالد معنا باليش بالجمهور واش يبغي ولا ما كنت يعني أنا كنت طموح ديالي هو أنه ندير شي حاجة تح خالد يعني ما عندوش علاقة يقولي شي واحد ولكن هالأغنية ما غديش تخدملك ولا هدي دار قولنا إلا درتها هي كل شي ضوك خطوة بخطوة حتى توصلت لواحد الفرح في الغيناء التاعي اللي كنحققش حواج كنت كنحلمهم ولك نديرهم ع الغراس خالد ضوك كنشكره بكثاف وعني بالقلب الصافي ااااا في 92 واه وعدت اخدراني كنت مازال صغير كنت سندي 17 قبل قاية 16 عام أكثر شوية لحقيش نقولك في 92 بديت ندير حافيلات وواهدي وليا قبل كنت كنت كان لهابسانتي في الضار ونغني هدي صح من بكري وانا نغينا وهدي لدي واحد المنسيرة كما قلت لي 26 عام قريباً في الأخرى الحمد لله والحمد لله وما زال لنا نعطيه وعني الرغبة ديالي مازال كينة إن شاء الله نتمنى ربي أعطي لي القوة باش ن والآمان ديالي اللي قلت فيه اللي عارفه النجاح بزاف كان عندي واحد ألبوم الفين وخمسة هو اللي كان عارف واحد النجاح كتير في الأوروب من في المغرب سيدي لايف في أمستخدام ليهودية كان عندو تيتر سيدي هذا والسيدي الثاني في الفين وستة اللي كان تهو كان عندو واحد جمهور قوية هنا في المغرب الرزير في الحقها لايف تهو لايف تالت تهو كان عندو يعني بوبولاريت ديالو كانت قوية أنا مرويد فراق والأغاني اللي عاودتهم ديك الوقت ديالويت تهو كان واحد شاري لايف في رابا تهو كان زين عالفين وداش ترت واحد الالبوم لايف أو تاني تهو كان عندو جمهور قوي لايف في كندا أنا كنت معروف بلاي لايف بزاف إذا تسميتي بلاي لايف بزاف أنا مغني لايف أكثر من استوديو يعني اللي كان عرف راسي من كان عطيف لأسين كتر من عطيف استوديو ما عرفت علاش بقيت كندير أناليز ما ما زال ما رقيش الحل اللي لماذا أنا كنت معروف بزاف لايف ما قدر سيقول لك أنا أنا نظر على راسي لا تساكن في بلجيك لا تساكن في بلجيك لا تساكن أنا أنا صراحة الله بزاف مشيت بداني الواليد والواليدة في خمسة وسبعين وكان عقلت على راسي في بلجيك أه البراكنا اللي كان عرف في بلجيك أنا جو مؤخر ما جوش لي قدام بزاف اللي كان عرف بزاف اللي بزاف اللي بزاف في بلجيك اللي عرف مقدام ريافة اللي كانوا تم يديهم بزاف تم كتار الحمد لله مي أنا نهضرت على راسي أنا وديف ومشي يعني اللي كومينيكاسيو دي أنا اللي هي اللي أنا بقيت في بلجيك وقدمت ما واندي الحياتي تم واصراتي كلها تم والأولاد وكل شي طنك ما مادرش بجهودي باش نجيهنا نقلب علال الإعلام وكل شي وحنا كما نعرفو اليوم الميدان تشانج بزاف واحد الوقت كان الإنسان يمشي دي الألبوم بتاعه والإديتور وهادي ضنكرة ولا كل شي إنديفيدو الإنسان يخسروا راسه ويطلق بمشي يدير الإعلام ويقلب على الإعلام ويقلب على المسائل هذي أنا تكاسلت فيها واحد شوية مولوج دي واحد الفنان اللي هو يعني اللي طبينا معها بالصراحة الله أنا من تشطن خاطري وغني يمن مشيش ما مشيش معاك أنا كنت كانت عندي 11 عام ولا 12 وجينا للفاكوانس دي الساعة في 86 والرجوع ديالنا اللي بلجيك كلها شاب مولوج دي في الطريق يعني اللي بكاء لحنا وعلى أخوالتي ديكساة ويعني الفراق اللي كان ديكساة نصيبو ومبع الأغاني تعميموا الوجيلي كانوا يعني لابو الدور بقاعدنا يعني مقرافي ذاك الشي اللي شاب مولوج دي تبارك الله فنان كبير اللي كان عطار فوه كان نحييلوا واحد تحية كبيرة بان المنبر يعني واحد الفنان اللي اللي عندنا في الشرق يعني المثل يعني الهارام التاعنا يعني في النطقة الشرقية كان كتير فنان الاخرين يعني نحنا في بركان كيمان المنبر كما نقول الهارام التاعنا هي حسن الحوسيلي تهو معلنا يعني الهارام التاعنا يعني للهارام التاعنا يعني اللي ستيل الرقاة انه رائع بوزيتيف لاحقاش انا يا الموجه كلنا سنبدلوها شوية حتى نرى غيرت الموجه للي شوية لتجاه للشباب يعني الوقت بغية هاكده يعني إحنا كيمان مكان عارفوا ومواتف انا ما يتحدث مع الوقت ومع مهايك يتحدث مع الموسيقى في 30 عام هذه نائمة تتاليوم أو يا غادي في منذ الأبعال لديه واحد الجمهور وصف لديه واحد اقبال قوي وهنا كنا نرى رائع وقد نرى رائعه وهي موجود في أية البلاثة وصهرات ونؤدي في عدسات التواعية نختم عدسات معروفة عدسات ونسأل خلاجي الشعبين في عامين أخرى فرد رعصه في العرسات أكثر من 30% كيف يرغب العرسات في الأوقت فرد إلى 6 سباح وكما نقول لنا أنه أخر مطف العرس وكيف يرغب العرس قريبا في الديبئة والأخذ الناس يريدونه وعنده واحد أقبال قوي كيف يرغب العرسه؟ أجب لي، أن يقرأ أي شيء جيد بالنسبة لي، أنا أعرف أن يرى أن أخبرون منهم ويقولون، لم يكن مخطئ، لم يكن أخطئ. ولكن يجب لي أن أعرف أن يكون أخذ بشكل مكسي ويقعون أخذ مكاني إلى أعضاء ويقعون سياسة صراحة الله ويقعون أخذون، ويقعون أخذون المعنى ويقولون، أنه لا تغني الضوء وأن أخذونها ولكن ما يقومون بشكل يصل؟ فنرى أن أصدقوا بإمكانهم أخذون يقولونها. وإنما نسمع نسمع الحالة للرناء وهي وصلة. وعليها الجمهور قبلها. سنوما سيقبلها غير هكذا الجمهور. إن شاء الله نحن نتمنى وخدامنا لهذا الشيء هذا إن شاء الله. هذا العام نتمنى إن شاء الله يكون خير. في بورلانستو كينا الصهرات على السعيدية اللي دايما نراني معهم. وفي بركان إن شاء الله كينا. ومعنا الدنيا الماناجين نتاعي. وتمنى إن شاء الله ربي سهل. نحيي الجمهور المغربي ودخلوا خارج الوطن. كنقولوا أنا معكم. وجديد إن شاء الله قريبا. ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. وتمنى لي إن شاء الله جاد من عند الله. باش ديما نكون علي حسن ضن ديالكم. وكنشكر شوف تيفي بزا. على استضافة. وترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة